يالله تيوب اليوم هذا شرح سريع على أنواع التيوبات هذا نسميه جل تيوب لماذا؟ لأنه موجود بمادة الجل التي تساعد على عملية فصل البلازمة عن الدم هذا نستخدمه بالفحوصات السيرولوجية والفحوصات الكيميائية بكل أنواعها لأنه نحتاج إلى سيروم لإجراء الفحص هذا اسمه تيوب ال-EDTA هذا نستخدمه عند إجراء فحص ال-CVC أو ال-Complete Blood Count لماذا؟ لأنه موجود مادة ال-EDTA التي تمنع عملية تخثر الدم للاحظها موجودة على الجدار مادة ال-Tube ويستخدمه فقط؟ موانا تخثر الدم أو تخثر دم؟ موانا تخثر الدم سنستخدمه فقط